موسيقى أنا بنقابل ناس متخصصة على مستوى عاليم من كل أنحاء العالم في المجال بتاع المؤتمر وبيدوا خبراتهم بمحاضرات عالية الجودة في شق تاني يمكن ما بياخدش اهتمام قوي في مؤتمراتنا المصرية وأحب أنه ياخد نفس الاهتمام زي في المؤتمرات العالمية وهو الشق تشجيع البحث العالمي في المفهود المؤتمرات ما يبقاش فيه واحد قاعد مجرد أنه بيتلقى من أستاذه ولا يكون مشارك وفعي هيشارك ببحث علمي يبقى إذا لازم بنعلن عن تقديم أبحث علمية بيتقدم لها البحثين قبل المؤتمر وبيتم عرض الأبحاث دي على لجنة علمية للمؤتمر بتختار أفضلها ليعرض في المؤتمر يأما في صورة أورر بريزمتيشن في زي من ساميها في الريكوموريكيشن بيقوم بيوقي البحث أو في صورة أنه بيعرضه في صورة بوستر وفي البوستر ده بيتموا منقشته وبنعمل سيليكشن لأحسن بوستر أعتقد أن ده بتخلق نوع من الغيرة المحمودة التنفسية بين شباب الأطباء لما بيشوفوا أقرانهم بيقدموا أبحاث وبياخدوا جواز بيتشجع أن هو يبدأ يدخل في المجال ده يمكن علشان كمان أنا مهتم بالقصة دي فبدأنا ننشط الجماعية المصرية مجلة الجماعية المصرية الأمراض وزارع الكلا المجلة الحقيقة شهدت طفرة الفترة اللي فاتت على مدى السنة الجيني اللي فاتوا بأن احنا اشتغلنا بنفس الميكانيزم المشهر بأي مجلة انترناشن أنشأنا سايت للمجلة مع انترناشنال طابل شرب يتولاها بحيث أن احنا بنطلع أربع أعداد في السنة الحمد لله طلعنا أربع أعداد في 2016 و2017 ومشى بانتظام علشان بعد كده لو فضل هذا الأمر على مدى أربع خمس سنين ممكن نبقى على موقع أعلامي ويبقى لنا ثقل في المجلة دي فأنا يعني بقى أدعو شباب الأطباء أنهم يحرسوا مش مجرد أنه يجي أستمع في مؤتمر ويكون مشارك مشارك برسالة الماجستيري اللي عملها برسالة الدكتورال اللي عملها يطلع منها بحث معين ويقدمه في المؤتمر ده هيخليه ده ترينيج ليه على أنه إزاي يكتب مقالة وإزاي يقدم بحثه ده هيفيده كتير جدا لأن الخطوة الجاية أنه هيقدم محاسه دي في مؤتمرات عالمية وأنا شايف أن ده شيء السنة دي تعمل كويس عندنا مجموعة أبحاث تقدمت على مدار جالستين واحدة في مجال أمراض الكلة والثانية في مجال زرع الكلة غير 55 بحث تم قبولهم فيه كبوستر بريزنتيشن وتم منقشة اللي قدموها إن شاء الله في السنوات الجاية يبقى فيه تطور للموضوع ده ويبقى فيه جوائز لأفضل الأبحاث يعلن عنها وأعتقد أن ده شيء يعني لازم ننميه في شباب الأطباء حتى لو كان هو بيدي خدمة جيدة للمريد وبيعمل بيشانت كير كويس بس أنا شايفة ده مش كفاية لأ لازم يسقى الفين مجال البحث العلمي اللي لأ يعني اللي احنا فعلا فيه متأخرين بشكل مش مفروض يكون مكانة مصر كده في البحث العلمي شكرا جدا للهدفة كده